النشاط رقم ثلاثة بقى بيقولي من خلال الجدول السابق أجب عما يلي بيقولي إيه؟ رقم واحد كل الكلمات التي في الجدول تدل على ها يا ترى الكلمات دي بتدل على اسم أم فعل أم حرف نفكر كده دي كلها كاننا بنقول هي فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر يبقى بتدل على اسم أم فعل أم حرف أحسنتم بتدل على أفعال طيب بيقولي في رقم اتنين ما حدث وانتهى حدث وانتهى خلاص يسمى فعلا نفكر كده هل هو فعل ماضي ولا فعل أمر ولا فعل مضارع ولا فعل أمر نتذكر سويا كده حدث وانتهى زي كتبا سمعا فهما لعبا شريبا رسما ده كلها أفعال حدثت وانتهت يبقى ده فعلي ايه ممتزين رائعين ده فعل ماضي إذا ما حدث وانتهى يسمى فعلا ماضيا طيب وما زال يحدث ما زال يحدث يسمى فعلا يطلل بيحصل دلوقتي زي يكتب يلعب يذاكر يرسم ده يسمى فعل رائعين ممتزين جميعا فعل مضارع يبقى ما زال يحدث يسمى فعلا مضارعا بعد كده بيكمل معايا في نفس السؤال بيقول لي ما يدل على طلب الحدوث يسمى فعل ما يدل على طلب الحدوث بطلب منك تعمل حاجة معينة ده اسمه فعل رائعين هو فعل أمر إذا أنا في النشاط دوت عرفت أن الفعل عندي ثلاث أنواع ماضي ومضارع وأمر ماضي معناه حدث وانتهى مضارع معناه ما زال يحدث أمر معناه أنه طلب حدوث فعل معين زاكر افهم ارسم العب اكتب شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن